زفان يلي قبل بعشرين سنة على الشاشة حكي عن قصة الانترنت بريكترو يلي رح تصير لما نحكي عن زفان يلي بعلاقته مع الشباب العربي طرح اسئلة ببرامجه بتطلعاته بشغله على مر كل هيدا المسيرة أدي النيو ميديا هيدا يلي عم نحكي عنا هيدا الابروتش يلي كمان طورته انت مدرسة بيلي عم تعمله وهيدا واقع لمسناه بنضرج يلي قدمته على الشاشة بنوعية البرامج وباستمراريتها لهيدا البرامج يعني صير وانفتحت اكبر دليل على هالهطاء الاعلمية يلي جذبت لقيلة وطن عربي باكمله خليني اقول هلأ شكرا لألك في حدا يعني انا بعتبر حالي عملت جسر تواصل بين النيو ميديا وبين العلام التقليدي بين التلفزيون والانترنت لانه انا كنت مهتم بهذه المرحلة انا دايما بحب جريب اختباري بطبعي وهيدا شيء له علاقة بشخصيتي بعملت قصص بوقتها كانت تعتبر انه غريبة تعتبر انه مش تقليدية وسيبت انه هيدا اللي انتصر بالعلام مشان هيك يعني هي مبعف اذا قصت حز يعني مش موضوع زكا بقدر ما هي موضوع شخصية انه انك عندي دايما بفضول استكشف قصص جديدة وبرك هيدا الشيء لساعدني انه عامل كرير على التلفزيون امتدت لتحويلة 30 سنة هلأ في حدا يعني على ذكر الانترنت والتلفزيون في حدا من فترة قريبة قال لي انت اللي فتحت باب التلفزيون على السوشال ميديا وخليت السوشال ميديا تصير يعني هلقات تكبر بلبنان يعني بالمراحل الاولى قلت له ايه شكرا قال لي لا ما تقل لي شكرا انا بدي اقلك اللي لا يعطيك العافي على هيدا العملة انت بتعتبر حالك لعبت هيدا دول عن قصد او عن غير قصد هل هيدا ذكاء يعني انت استغلت المرحلة او لا انا عملته فضول بقى تقلي يعني هلا مش موضوع ذكاء او مش ذكاء عملته فضول عملته شخصية يعني شخصيتي بتحب تجرب بقى جربت هيدا الشي وكنت عم رائب انه بالعالم كمان هيدا الشي عم يكبر يعني انا لما بلشت بالاعلام الفرق بيني وبين اغرب جيلة انه اغلب جيلة اللي بلشوا بالفيوتشر او بالل بي سي او بالام تي في كانوا عم يبلشوا من مكان هن الاوائل فيه يعني هنه عم يعملوا الاوانين هنه عم يعتبروا حالهم الاوائل الاحسن الاجدد يعني عندهم تفيتين بكل هيدا اذا بدك بهالشعور بالسأة انا تقريبا الوحيد من ابناء جيلي اللي عملوا برامج حوارية اللي فتت بما كان في ناس قبله يعني في عرفة حجازة في سعادة العشة في واصف عواضة في نجوم في نجوم المرحلة الزهبية كيف فكرت بأي طريق انا فتت بيناتون الجديد اللي جاي عم بقرنوني فيه انه انا المش منيح انا اللي عم بنزع انا المش مش مش معلم يعني اذا بدك مش مش مصبوغ بطابع جدة او بالطابع الكلاسيكي تبع التلفزيون جيت بمكان اللي هو المدرسة اذا بدك الام للتلفزيون اللي فيه اوانينه الكلاسيكية الاوانين اللي هو حاطتها النورمس طبعه جيت انا عم بكسرهم مشان هيك شغلة كان اصعب من بقية زملائي وكان علي روح لمكان يعني اكتر اهرب لقدام مشان هيك كان جزء من شخصيتي انه فتش على قصص جديدة لقدر اتنافس معهم لقدر لقي مكان لقلي بهذه المجموعة بقى كانت وقتها قصت الانترنت جديدة بالعالم وسيقبت انا كنت عملت دورة يعني دراسية بامريكا وجاي ماسك اللابتوب وعندي افكار عن الانترنت بالوقت اللي ما حدا بلبنان او حتى بالشر الاوسط كان عندو هالأبروش يعني انا اول فترة لما كنت حط اللابتوب قدامي فكروا مسجلة بقى شوي شوي راح العالم بهذا الاتجاه يعني مثل اول ما طلعت السوشيل ميديا كل الناس اللي قالوا احنا ما بدنا نفوت على السوشيل ميديا بدنا نبقى مركزين على العالم التقليدية خسروا يعني شوي شوي صاروا برات اللعبة انا بعتبر نفسي فتحت الباب كانت من اوائل يعني من اوائل الناس انا اللي فاتوا ع تويتر وفيسبوك ولي عملوا برامج لايف اونلاين وويب سايت واول ايميل بيوصل على التلفزيون كله صار هيدا بهيدا الاستوديو يعني مش بمكان بعيد بهيدا الاستوديو اللي نحنا فيه كله هيدا يعني انت ما تتخي يعني لما تحكي انه اول ايميل بالعالم العربي بينبعث على التلفزيون والموزيع على التلفزيون بيقراء وعم يسأل الضيف انه شو الفرق بين الايميل والفاكس انه هيدا شي تطور كثير كبير لما نحكي عن خمسة على سبعة لما نحكي عن كل هيدا الفترة يلي بيأوجه وكنت يعني مشاكس بهيدا الحشرية يلي عندك ياها من المواضيع يلي تطرحن من الابروتش طبعك طريقة التفكير طبعك يلي جيت فيها بتغيير كان عندك خوف من هيدا المرحلة اكيد كان عندك خوف بس هي جزء منه عاملك يعني شخصيتي الفضولية بهيدا الموضوع اطلاعي لهيدا الشي قبلي وكمان للاقي مكان لقلي بها المجموعة بها المجموعة اللي كله انكبارونا على الشاشة بقى ومشيت شوي 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 بس اجا وقت اللي حسيت انه يعني انا بالنتيجة ابن التلفزيون عام فوت على الفيسبوك عام فوت على تويتر وعم فوت على الانلاين اذا بدك بس دايما عم فوت لكمل شغلي على التلفزيون لأعمل دعاية لشغلي على التلفزيون فجأة في مرحلة من المراحل حسيت انه عم يربح الفيسبوك وعم يربح التويتر على التلفزيون على حساب التلفزيون يعني هيدا اذا بدك باول طلعت الفوعة الكبيرة حوالي الالفين وعشرة وقتا انا اخدت بعتقد برأيي قرار غلط اللي هو وقفت كل كل نشاطة على السوشيل ميديا لانه اعتبرت انه عم بخسر بيت الاساسي ما بدي انتشر باماكن بكل عقلة يعني من كل عقلة فكرت اذا انا انه اذا انا انا وقفت السوشيل ميديا رح توقع رح احكي بعد البرايك عن التأثير السلبة تبع هاي المرحلة وكيف رجعت بطريقة بالمودلينج تبعك قدرت تطلع منها ودافق اتجاه كمان لحتى تروح كمبليتلي اونلاين بهيدي المرحلة يعني اكستريم على الالفين وعشرة يلي عم تحكي رح نحكي عن الكتب ورح نحكي عن مراحل كتير البرنامج بعده باوله زفان شكرا لحضورك وحلقة طويلة نحن وياك اسمح ليفوت على فاصل اول بسهرتنا لليلة مشاهدينا خليكم معنا مع نجمنا بهذه الحلقة دوانا اونلي زفان